لفت انتباهي آي قتبستة لكن عاوز أرجع لها اللي بتتكلم عن تواضع المسيح بصراحة واحد من التلميذ قال أتبعك أينما طمضي أجاب يسوع وقال له للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه فيعني الآية بحد ذاتها مش بس تتكلم يعني تتكلمت عن اللهوت وعن أشياء مجيدة لكنهم تتكلم عن تواضع عن محدودية طبعا هناك قاعدة لفهم أقوال كتاب المقدس إذا حبانا المشاهدين تتبعوها هتتفكي كثير من الاشتباكات عندما يتقابل بعض القراء مع بعض هذه القراءات التي تتكلم عن تواضع المسيح عن فقر المسيح يصدم كيف لله أن يكون فقيرا كيف لله أن يجوع نحن نتكلم عن جزئية إنسانية المسيح تكلمنا عن لهوت المسيح ونتكلم عن إنسانية المسيح ففي إنسانية المسيح للثعالب أو جر ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه فلاهوته هو مالك السماوات والأرض كل سماه السماوات لا تسع مجدو لكن في اتضاعه وفي ثوب الاتضاع أتى وعاش فقيرا عاش في الأرض فقيرا ربنا فاد الخطى عاش فقيرا معوزا مش بس كده ما كانش له أين يسند رأسه عندما طلب منه أن يدفع الجزية لما يكن له ما يدفع به الجزية فأمر بطرس أن يذهب إلى البحر ويلقي السنارة ويصطاد السمكة ويجد فيها استار ويدفع عنه لماذا؟ لأنه جاء فقيرا لماذا فقيرا؟ يقول لنا الرسول بولي استعرفونا نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم مفتقرة وهو غني لماذا؟ لكي تستغنوا أنتم بفقره أتى إلينا في ثوب الاتضاع وبحسب درجات التواضع السبع اللي موجودة في فليبي اتنين أتى المسيح صائرا في شبه الناس نزل إلى أقصى أو أدنى درجات التواضع لكما يرفعنا نحن إلى الزور المجد مش كده بس عاش المسيح فقيرا في الأرض عاش بلا مأوى عاش بلا منزل علشان يكون رئيس كهنة رحيما عندما يموت ويقوم ويصعد إلى السماوات من ضمن أعماله كرئيس الكهنة إنسان جرب كل شيء مثلنا يرث لضعفاتنا فعندما أتبعه وأحرم من مراثي وأطرد من بيتي ومن عائلتي ولا أجد مأوى عندما لا أجد صديقا فإني أرفع عيني إلى السماوة وأجد شخصا قد سلك الدرب قبل يسوع المسيح وطرد ولم يكن له أين يسند رأسه لكنه غلب وهو الآن في قمة المجد يرثلي عشان كده منشجأ أحبائنا المضطهدين المهجرين لأجل اسم المسيح هناك من سبقكم كابن الإنسان في هذا الدرب ارفعوا عنيكم عليه وتعلقوا به طبعا عاش لاجئا في مصر ورجع إلى الناصرة حتى البيت البسيط اللي كان عندهم تركوا المسيح بسبب رفض الناصرة وحسب الوقت 8 كان نساء كنا يخدمنا هنا من أموالهن فحتى كان بيعتاش على ضيافة الناس وعلى المساعدة وهذه أجمل أجمل صورة تمام للتواضع ترجمة نانسي قنقر